أعنذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاده إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحذون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جما كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المتمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنكض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نسر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا